ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل طبعا حضراتكم زي كل يوم بقى من المقدمة اللطيفة الجميلة وفي الآخر عازم ضيفنا مين النهاردة وبرنامجنا الحمد لله متميز عرفنا كل فوارس القناة الأولى اللي بتشوفهم دايما على الشاشة مقدمين نشرة الأخبار صباح الخير يا مصر عرفنا حاجات كتيرة وحكاوة عنهم ومن شاطر في المطبخ من بيحب يأكل معايا النهاردة ضيف مميز جدا ومتقلق ولو طموح كبير جدا ومكتاية في عمله وعنده طموح للسماء فده حلو إنه هو الراجل عنده طموح ودايما متألق وعنده اللي دايما جاي حاله فأنا بحب الدوعية اللي زي دي كده معايا المتألق اللي بيقدم لنا دايما برنامج فوارس الإسلام على شاشة القناة الأولى نستمتع بفوارس الإسلام والثقافة العلمية المتألقة الأستاذ الإعلام المتألق رامي محمد أستاذ رامي حبيب يا شيف ايه جمال والحلوة والشباب جمالك يا شيف والله جمالك فارس من فوارس القناة الأولى وحضرتك فارس من فوارس أكلة أمي المطبخ الرائع ومؤسس للأكلات الجميلة والرائعة أشكرك أشكرك على التعبير الجميل حبيب يا شيف افضل يا سيزر افضل منورني الشباب الحارب قل لي متجوز ولا لسه لا لسه العروس هتيجي بقى بالبص وبدأ كده استقبل بقى عندك حبيبي هيعرفوك ركشاتر في المطبخ والحاجات أعتقد دي داب المقاومات بقى بتضمن انها مش هتخش المطبخ يوم من اختبارات المهمة حبيبي حبيبي انت عايزلت الجواز تكون شطرة في المطبخ؟ ياريت والله لا ياريت بلع طلع من القلب تلك دي يا الله ياريت لأن فعلا يا حضرات أكلة أمي ده من دخلت البيوت من الباب الكبير والواسع والمهم الله ده فعلا أكلة أمي دي حاجة أساسية في كل بيت فيه شيفات بقوا مهرة كتير جدا على مستوى العالم لكن الأم لها طبع خاص ومهما أكلت في كل حتة مفيش زي أكلة أمي طبعا فدخلت فعلا البيوت من القلوب قبل المعدة حاجة بتتوسك جوه القلب دي فعلا جوه الوجدان ده حي أكلة الأم دي وجدان الواحد يعني فيها كل حبيبي وتربين عليها وبركة بقى بتلاقي عملة الفرخة دي كده تكفي لك عشرين تلاتين واحد دي حيب ده فعلا ده فعلا هات الفرخة دلوقتي تحطها الواحد بس ياخد رهابتك خمسة خلاص بقى فيها بارك تكلم فيها بارك حبيبي طيب بيبقى أنك انت بقى بتحب أكل والدتك طبعا ولسه لنا حديث الموضوع وحديثنا مع بعض المطول فأنت في الاختبار هنا آه اختبار مهمنا اختبار صعب أنا باعتبر بالنسبة للمزيع معايا هو اختبار صعب زي موضوع التعبير كده يديك خمس كلم زمان يعني في سنوية عامة والإعدادي يديك خمس كلمات ست كلمات ومعنا لحم ضاني ومعنا كوسكوسي ومعنا خضار منه الأرع العسلي تماما لأن اخواننا بتوعه تونس والجزائر والمغرب يحبوا معاه أرع عسلي ده هو أصلا كوسكوسي ده أصلا يعني تعرفت دون هو كوسكوسي أساسه شمال أفريقيا والمغرب العربي وفرق ليبيا وكمان فيه كتب التاريخي تكلمت عنه كثير يعني فيه حتى مؤرخ في كتاب تاريخ شمال أفريقيا اسمه شارل جولان كان بيتكلم عن الكوسكوسي أصله من القبائل الأمازيغية والمغربية يعني أكلها لها جزورها لها جزور هناك تعرف الكوسكوسي الاسم العلم بتاعه في الريف المصر والسعيد المصر عنده اسمه إيه؟ المبروم المبروم مبروم قولك مبروم على مبروم مبروم أول الله العظيم كانت أم تعملها الله يرحمها على أيدها كده بالسمن البلد والدي وتجيب الفخارة وتعمل عجينة والشربة الكوسكوسي طبع في كل عيلة عندي جديدة الله يرحمها برضو كان يوم الكوسكوسي ده كانت تجمع عائل الواحد ايوه حكلة خلاص من إيديها مخصوص بس احنا يمكن شوية الكوسكوسي باللي هو مسكر اللي هو الحلو الحلو ومش الحادي الشمال الفرقية هم المتخصصين في الحادي ولي هو اسم آخر في الشوام يسمينه المفتول 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 مفتول مرفتل الواحد صحيح يجب ان يتفيتل برضو على اليد كده عرفنا ايه الاسماء بتاعك نقول مفتول نقول مبروم نقول كوسكوسي التلاتة واحدة و سبنة بالادي حلو كلاب طيب نيجي للبال مكون الطبع الحلو بتاعي النهاردة هي حاجة كده لطيفة وجميلة منشوفها فرمضان دايما منها بيتعمل ثواني ومنها بيتعمل قطع سمية ناعم وتحينة وزبادي وبيكن بودر وشرباط دي أقرب يعني مكونات البسبوسة الله شوية لا ما أنا الحلوات الحاجة أساسية معي في فرمضان تحب الحلويات جدا بعد قطار دايما أنا أعرف الكلام ده بسبوسة بالسمنة والسكر والعصر الله و لازم تشرب شربات سخنة مخلوط بسمنة بالك الله لكي تطلع بسخسخة لا كده خلاص دي تتاكي خلاص دي خلاص عدل الكوسكوسي إخوانا بقى شبال أفريقيا يحبوا السلطات اللي هي ايه الزعلوك ععرفوا هو الزعلوك؟ الزعلوك لا لا بتنجان اه احنا هنعمل سلطة الفلفل الحلوة اللي هو ده ده أنا يعني اساعدك فيها ده فلفل ماشو كده اه 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 صلطة الفلفل فلفل بيتشوي في الفرن ويأخذ طحين وزيت زيتون ويتوم تأكل سبعة كوراة حلو جدا من رأيك؟ انا يعني يعني انك الاساسيات عندي السلطات والحلو ده اساسي اه يعني انت كده عرفت الميجو بتاعني ايه؟ ده اه خلاص كده انا موفق جدا طب عشان نكسب وقت لديها شوية احط عليها سلز زيتون كده ودخلها الفرن حلو يتشوي